بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله صباحكم جميعاً بكل خير واسمحوا لي باسم نقابة المهندسين مجلساً وأمانة عامة وهيئة عامة أن أرحب بالأخ والصديق الحريص على نقابة المهندسين أولاً والحريص على الوطن معالي وزير الطاقة المهندس صالح الخرابشة أهلاً وسهلاً معالي وأرحب أيضاً بنقيب المعلمين السابق والعين مصطفى الرواشدة الشخصية الوطنية الذي رافقناه في العديد من القضايا التي تهم هذا الوطن صاحب المعالي أصحاب السعادة زملاء أعضاء المجلس رؤساء الفروع الزملاء أعضاء مجلس شعبة الهندس الكهربائية الزملاء أعضاء رئيس وأعضاء لجلة الشباب والإعلام الكهربائية نلتقي هذا اليوم في ظلال غزة وفي ظلال شهر نيسان سبعتاش نيسان يوم الأسير الفلسطيني الذي تحتفل به نقابة المهندسين في كل عام والتي تتشرف نقابة المهندسين بأن صور الأسرة في مدخل مجمع النقابات المهنية وأخبركم أننا نغطي رواتب 31 أسير في سجون الاحتلال من خلال نقابة المهندسين الأردنيين كما نتواصل مع أسرهم في عمان وأيضا نيسان انتفاضة الشعب الأردني في الثمانينات من القرن الماضي ضد الفساد وضد التغول وضد غياب العدالة الاستماعية والتي أعادت إلينا الديمقراطية والمنظومة السياسية والحركة الديمقراطية في البلاد ويوم الجلاء القوات الفرنسية عن سوريا وأنا ركزت على أن أتحدث عن يوم الجلاء لأقول أننا نشهد اليوم في هذا الأقليم صراعاً مع عدو غادر العدو الصهيوني هو العدو الأول وهناك مشروع إيراني وكان هناك بدايات لمشروع تركي بدأ بالتراجع اليوم على الساحة المشروع الإيراني في مواجهة المشروع الصهيوني والدول العربية وللأسف إما تختبئ خلف المشروع الأول أو خلف المشروع الثاني إحياء لذكر الجلاء أقول لا مستقبل لهذه الأمة بدون مشروع عربي نهضوي ديمقراطي يعود إلى الأمة العربية وتبنيه الأمة العربية واليوم الأردن وبكل جرأة أتحدث اليوم الأردن هو الدول المؤهلة لقيادة المشروع النهضوي العربي كنا نتحدث عن القاهرة وبغداد ودمشق لكن تكسرت العراق وتكسرت سوريا وأبعدت مصر وإحنا الأردنيين إحنا اللي بنينا حركة القوميين العرب وإحنا اللي بنينا كل حركات التحرر العربية والمشروع اللي قامت عليه الدولة الأردنية هو مشروع الثورة العربية الكبرى إقامة دولة سوريا على كامل بلاد الشام والعراق هذا مشروع الدولة الأردنية عندما انطلقت هذه الدولة ومن هنا ومنذ تأسيس الإمارة لم نتخلى عن بعدنا العربي فجيشنا عربي مش الجيش الأردني اسمه الجيش العربي وثورتنا عربية وأول رئيس وزراء من أصول أردنية سنة 1957 هزاع المجالي كل رؤساء الوزرات كانوا من الدول العربية اليوم الأردن حاضنة للمظلوم من اليمن ومن ليبيا ومن سوريا ومن فلسطين ومن العراق كل العرب اللي بتعرضوا للإضطهاد والظلم لا يجدوا إلا في الأردن حضنا دافئا وعندما انطلق 7 أكتوبر وهنا أسجل أن 7 أكتوبر هي معركة بدأت صباح 7 أكتوبر وانتهت مساء 7 أكتوبر بانتصار عظيم للمقاومة وما تلا 7 أكتوبر هي هجبة صهيونية بربرية غادرة على الشعب الفلسطيني تقتل المدنيين والحجر والشجر والبنة التحتية والأثار والهوية والذاكرة وعلمتنا 7 أكتوبر أنه كيان هش وشفت أنتوا بالساعات الأولى ضاعت إسرائيل أمام مقاومة محدودة لو لا تدخل الولايات المتحدة والبريطانيين والفرنسيين وإسنادهم ولاحظنا نفس الملاحظة لما صارت الهجم الإيراني كيف الكيان الإسرائيلي صفى مثل الولد الصغير المتخبي وراء أبوه غير قادر على المواجهة علمتنا 7 أكتوبر أنه هذا كيان متقدم ذراع متقدم للإمبريالية الغربية اللي ضحكوا علينا بحقوق الإنسان وتمكين المرأة وتمكين الشباب ودراساتهم ودراساتهم طلعا لا بهمهم لا حقوق إنسان ولا مرأة ولا شباب وكأنه الدم الفلسطيني مش دم وبنقتل آلاف ولما بنقتل واحد أجنبي بتم شكله لجان تحقيقه وبتم يعرفوا من قتله هذا عالم لا يفهم إلا لقاتل قوة وأنا اليوم ونحن نتحدث في هذا الموضوع موضوع التدقيق الطاقي أتحدث من خلال الشعب الكهربائي اللي هي الحاضنة للذكاء الاصطناعي وللصناعات المتقدمة والحديثة أي مجتمع مصصناعي أي مجتمع لا يصنع صعب جدا يحقق تنمية واليوم التحول هو تحول رقمي في العالم والذكاء الاصطناعي مجالات واسعة الشعب الكهربائي معنية بتطوير آليات عملها معنية بتأهيل كفاءاتنا الشبابية اليوم إحنا من أفضل الدول في مجال التحول الرقمي أو في موضوع الطاقي إحنا متقدمين على الدول إحنا بنقابة المهندسين من اليوم الأول خاطبنا الجهات العربية والدولية الاتحادات الهندسية الاتحادات الهندسية العالمية لإدانة الكيان الصهيوني وشكلنا من خلال اتحاد المهندسين العرب لجنتين لجنة إغاثة عربية ولجنة لحماية الأمنية التراثية والتاريخية في قطاع غزة إن شاء الله عددنا البروبوزا الكامل والدراسة ببارح كان عندنا اجتماع زومه يوم الجمعة كان مع عدد من الممولين العرب وإن شاء الله رح ننهي هاي الدراسة قريبا اتعقدنا مع إحدى شركات المياه عم نوزعنا أكثر من 11 ألف متر مكعب يعني السيارات اللي بتشوفوهن اللي بوزعوا مية بقطاع غزة هذول بتمويل من لجنة الإعمار اللي بتخودها نقابة المهندسين والمقاوليين واشترينا سبع محطات تحلية الآن متحركة على الطاقة الشمسية وهي أهمية لما نتحدث إحنا عن الطاقة الكهروضوئية تذكروا بداية الأحداث لما انقصف قطاع غزة وانقطع التيار الكهربائي ظلت على الجزيرة بناية وحدة مضوية هاي مستشفى الوفاء اللي احنا عمناها بنقابة المهندسين ونقابة المقاولين بنيناها كاملة وعلى الطاقة الكهروضوئية ولذلك لما انقطع الديزل وقطعوا التيار الكهربائي ظلت مضوية أبار الميال اللي احنا حفرناها حفرنا أكثر من 20 بير داخل قطاع غزة على الطاقة الشمسية محطات التحلية الآن اللي بتتحرك على الطاقة الشمسية وبالتالي احنا كنا في البداية بس الاحداث ما سمحت لنا نطرح مبادرة انه نزود قطاع غزة بالخلايا الشمسية في كل المحافلة اللي موجودة وهي رح نعلن عنها قريبا ان شاء الله الآن نتيجة تواصلنا مع بلدية جباليا ومع بلدية غزة بدأنا ميدانيا على الارض اصلاح شبكات المياه وشبكات ونشرناها مبارح احنا الاول عمليات اللي هي توصيل الشبكات اللي مضروبة وبداية ضخ المياه لغزة وايضا بالبريج امننا خلال رمضان حوالي 38 الف وجبة غذائية للداخل كمان هلا في عندنا حملة حملة الطحين وانا تواصلت احنا وقعنا مذكرة تفاهم مع الهيئة الهاشمية لإيصال الطحين ايضا الى قطاع غزة وان شاء الله بالايام القادمة اللي هي رح نعلن عنها اكبر تحدي رح يواجهنا بالمرحلة القادمة يزالت الانقاذ بعد توقف اطلاق النار وهذه مهمة صعبة للغاية احنا بعدوان عام 2021 استفدنا من الانقاذ وعملنا لسان داخل البحر بالتعاون مع مهندسينا في قطاع غزة وحاولنا نوسع بالشاطئ الا انه حجم التفجيرات وحجم الدمار وحجم المواد المضرة لا تسمح لنا اليوم بنقل الاضرار الى البحر لانها رح تضرب التنوع البيئي ورح تضرب الثروة السمكية وبالتالي لابد من الاستفادة من التجربة الالمانية بعد الحرب العالمية الثانية اللي اشتغلوا عليها بالريسايكلينج ويعادة طحن هاي المواد وانتاج طوب او مواد او خلطات اسفلتية الموقف الاردني موقف برفع الراس قدمت الدولة الاردنية اكثر مما كنا نتوقع بس ما وصلت الدولة الاردنية لمرحلة ان الجيش الاردني والطائرات الاردنية تخترق الحدود خلينا نقرأ بعقل هادئ الذي يقدمه اليوم الاردن الرسمي والشعبي لقطاع غزة هو موقف رائع والتلاحم الاردن الفلسطيني في هذه القضية ضرب مثالا واثبت للاردنيين والفلسطينيين انه ملكوش غير بعض وفكوكو من فيصل ووحدات وشرق وغرابة وشمال وجنوب ما الكو الا بعض وشفنا مواقف كل الشعوب العربية ماشي طلعوا مظاهرة في بداية الاحداث واختفوا من يقف اليوم مع غزة من يحرك الشارع مع غزة الا الشعب الاردني وانا هون بدي اتوجه لصناع القرار في الدولة الاردنية لما الشعب يتفرج على تلفزيونه ويشوف الدم ويشوف الدمار وينفجر ويخرج للشارع خلوا عبر عن موقفه فكونا من قصة الاعتقالات السياسية حتى لو خرج كم واحد عن النص وخرج كم واحد عن النص ستين سبعين مية ميتين اللي طلعوا بعشرات الألوف ولذلك بامانة اطالب بالافراج عن كل المعتقلين السياسيين او الموقوفين السياسيين وتحديدا زملاء المهندسيين سواء ابراهيم او ميسرة او باقي الشباب الافراج الفوري عنهم وايضا اطالب كل الشعب الاردني ان يأخذ بعين الاعتبار ان قوة الاردن ومناعته وامنه واستقراره هي قوة لفلسطين قبل ان تكون قوة الاردن فعلينا ان نحافظ على امن واستقرار البلد اولاد الدرك والاجهزة الامنية اولادنا ابن عمي وابن خالي وابن خالتك وابن جيرانك هذون من الصهاينة ان نتعامل وان ننظر الى اجهزتنا الامنية وقواتنا المسلحة باعتبارهم درعا حاميا لهذا الوطن وقوة للشعب الاردني حتى يتسنى لنا ان نبقى ان ندعم الشعب الفلسطيني في المستقبل على كل الاطراف ان تتوازن في فهم العلاقة بين بعضهم البعض بالختام اتوجه بالشكر الى الشباب في لجنة الشباب والاعلام على هذا النشاط الرائع والى الزملاء في الشعب الكهربائي وعلى رأسهم المهندس الدكتور علي الخوالد زملاء اعضاء الامان العام شكر على هذه التجهيزات وكل شكر الى الشركات المشاركة والشركات الداعمة واللي توأم احنا وياهم تاريخيا في كل هذه النشاطات الشكر كل الشكر لصاحب المعالي على هذه الرعاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا